موسيقى غارة اسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتين في غزة موسيقى ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاختصاب موسيقى نشرة الاخبار من اكاديمية فوكس للإعلام اهلا بكم ارتفع عدد ضحايا الغارة الاسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة يوم امس الى شخصين بينما وصل عدد الجرحى الى ثلاثة وذكرت مصادر امنية فلسطينية ان الشقيقين محمد واسلام ياسين لقياحت فيهما عندما استهدف صاروخ اسرائيلي السيارة التي كان يستقلانها وسط القطاع من جانبه اكد الجيش الاسرائيلي نبأ شن الغارة مشيرا الى انه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الاسلام كان يخطط لخطف اسرائيليين في سيناء موسيقى اجتمع الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون واستعرض الجانبان عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك منها التأكيد على ضرورة المحافظة على امن واستقرار منطقة الخليج وانجح جهود السلام وصولا الى الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط وعلى الصعيد الاقتصادي اعرب نائب رئيس الوزراء عن ارتياحه لنتائج اتفاقية التجارة الحر الموقع بين البلدين في عام 2006 والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25% موسيقى برأت محكمة مدنية امريكية ساحة التنزاني احمد خلفان غيلاني اول معتقل في سجن جوانتانامو يمثل امام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته من 285 تهمة من تهم الارهاب الموجهة اليه حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الامريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 ودانت المحكمة غيلاني البالغ من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط هي جريمة التخطيط لتدمير او الحاق الضرر بالممتلكات الامريكية باستخدام متفجرات بينما برأته من التهم الاخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاب جرائم قتل ويواجه غيلاني الان حكما بالسجن لعشرين عاما على الاقل موسيقى طلبت ممثلة الدعاء السويدية باحتجاز جوليانا شتانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاغتصاب وكان مكتب ممثلة الادعاء قد بدأ في سبتمبر ايلول الماضي التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد اسانج من جهته وصف اسانج هذه المزاعم بانها لا اساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه بالسرك القانوني في السويد علما انه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبقها نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الايطالية تلقي القبض على انتونيو لوفيني بعد 14 عاما من فراره اهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الايطالية من القاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد ان ظل هاربا لمدة 14 عاما واعتقلت الشرطة المتهم انتونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا الصقلية في نابولي لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في ايطاليا يعتبر زعيم عائلة كسالسي وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما اصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله سجلت اول اصابة بمرض انفلوانزة طيور في اقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003 وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الاقليم تبلغ من العمر 59 عاما وافاد مسؤولون صحيون بان حالة السيدة تدهرت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني واعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب الى الدرجة الخطيرة مما يعني ان هناك احتمالا بتفشي المرض في الختام تذكير باهم العنوين غارة اسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوك هونغ تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بثهمة الاغتصاب بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية نشرتنا للمزيد من الاخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس اكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة